عادت دفق للمدرجات من جديد رغم أن جماهير الرجاء لم يسجل عنها أنها أخلفت الموعدة أبدا منذ البدع عادت الأنصار لمكانها الطبيعي متجاوزة كل الأزمة قليل منهم وقليل من اللاعبين والقليل من الأفاخر كما لقبه قليل فارغم أن في جديد يناسب يإكثر من طبيع الذي شركك للمشيء لكذلك هذا فارغ الفارق الرجاء كنظن باتات غالي بير فاخير باتات مانشيب وطلال حسير عاليكس فارغيسون حسير عاليكس فارغيسون 25 عشرين عام فرقا هنا لادو استيفان مينت مع فرقا ما تقول لحد ابتسامة محمد فاخر جاءت بعدما علم بأن المهمة مرت بسلام أمام خصم عنيد يحب أن يمتع ويحرج خصمه إنه حسنية أغادير وحينما يجتمع الرجاء والحسنية ومعهما الجمهور العري وبثقافة تاكتيكية تميل للهجوم أكثر فاعلم أنها ستكون مباراة رائعة جمهور الأخضر علمها مباراة قوية وسند حتى أخرى الراجاء وحقا نشوف الأزمة المالية القوية اللي ما حدثتها ولكن النساء يجرع طيبة نحمد الله ونشكروستي محمد فاخر لغا يبقى معانا وشيحبنا لكننا نحبوه ونحبو الراجاء هدف اللقاء الوحيد جاء مباشرة بعد العودة من مستودعات الملابس المنصور الذي فضل وقاخر على زهر الواصلي خلل هذه مباراة ينجز المهمة على أتم واجه واحد صفر منذ بداية جولته الثانية الحوار التكتكي بين محمد فاخر وعبدهادي سكتيوي كان متميزا وميالا لإحراز الأهداع عبدهادي سكتيوي لم يهدأ له بال فريقه يقدم كل شيء لكنه لا يتمو العمل شكرا لإحراز الأهداع سكتيوي لم يهدأ لنقاط لنقاط وم شخص يدأ لنقاط سعودة عبد المغني هل يمكنك المشهد في الاخديد فعلاً كان على هذه المحاولة أن تمنح على الأقل نقطة التعادل الحسنية خلال هذا اللقاء لكن رغم تعدد محاولات التسجيل إلا أن نتيجة بقيت وتوقفت عند واحد صفر مومي بدوره رفض قتل المباراة في العشر دقائق الأخيرة وانطلقت بعدها لغة التغييرات أمبينغي مكان اللمطي اللعب القابوني كان بمتابعة من عائلتي القادم من فرنسا خصيصاً لهذه المباراة نالت نصيبها من التقدير